موسيقى اهلا ومرحبا بكم مازال مشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي ربما يعني لا يشغلنا في هذا برنامجنا او في كل حديث عراقي يهم العراقيين يتقصد هموم العراقيين ويحاكيهم بنزاهة ودقة اقول لا بد ان يتضمن هذا الحديث الاشارة الى كذبة ان العراق قد تغير وان الزهار حاصل في العراق لان هذا يعني فيه مقتل العراقيين والعراقي بعد 20 سنة من الخراب واقع اقليمي وعربي ودولي واقع محلي يضغط على الناس ليقول لهم ليسوق لهم الاوهام ان الوضع تغير وجدت حكومة اسمها حكومة محمد الشياع السوداني من انتخابكم الشعب لم ينتخبها الذين خسروا في الانتخابات التي لم يشارك بها 85% من العراقيين وشارك بها اقل من 13% الذين خسروا من 13% هم الذين شكلوا الحكومة هؤلاء ميليشيات ومعروفة هذه القضية ولا تحتاج الى ادلة وشواهد اذا اكثر من 90% من العراقيين لم يشاركوا في هذه الانتخابات ولم يختاروا هذه الحكومة فمن اختار هذه الحكومة اختارت الميليشيات اختارت قوى العملية السياسية التي تريد العملية السياسية ان تستمروا تريد الخراب ان يستمر 20 سنة من الخراب والدمار تحدثونا واختاروا رئيس وزراء ويقولون انه واحد يقول لنا بالحمول ماذا يقول لنا والله يقول من العراقي الداخل وكلام يعني معيب وعيب ينقال عيب عيب نحتاج الى رؤية وطنية الى اخلاص وطني الى مشروع وطني فليس هذا الكلام يعني العبثي عموما انا متحدث بلس خارت مثلة الامين العام الممتحدة في خلاصة تقدمها مجلس الامب ان العراق فيه تلمس فيه تطور وفيه ازدهار وفيه امكانية للتطور عليها ان تقول لنا كيف ما هي ادلتها عندما تحدث السفير الامريكية عن هذا الموضوع ايضا عليناها ان تقول لنا كيف عندما يتحدث السفير الالماني ويقول انه خلال ستة اشهر حققت حكومة سوداني محمد الشيع السوداني ما لم يتحقق اكثر مما تحققه في 15 سنة ليقول لنا ما هو الذي تحقق في 15 سنة وحققه وحقق اكثر منهم محمد الشيع السوداني ليقول لنا هذا الكلام لا يؤخذ على عواهده يعني لا يمكن ان نقبل هذا الكلام ونسكت ونقول لنا خلاص ونسلم هاي من المسلمات لانه قالت ابلس خارك لانه قالت السفير الامريكية لانه يعني قالوا اصحاب العملية السياسية ميليشيات معرف منه قالت اتحدث به السفير الالماني كذبة وصلنا الى نوع من كذبة عندما تقول لي ان الوضع تغير ساذهب الى الارقام مباشرة سأقول لك ما الذي تغير يعني قل لي ما الذي تغير لكي يعني قدم لي يعني كشف حساب بالارقام ما الذي تغير وسأقول لك يعني سأقول لك تحية لكن عندما اقول لك انا واقع احصاءات دقيقة والاعداد اكبر من هذا طبعا مو دقيقة كلش هي قللة يعني ضغطة على الرقم عندما يقول انه عدد الفقراء في العراق وصلوا 13 مليون غالبيتهم تحت خط الفقر ويأكلوا من المزابل هذول 13 مليون تحت خط الفقر اما الفقراء بشكل عام فاكثر من 3 ا4 العراقين عندما يحتل العراق وهو البلد الثري جدا بهذه الامكانيات الهائلة بلدان يعني موازنتها السنوية تزيد عن 6 او 7 مليارات ولديها 30 و 40 مليون مواطن اكثر او اقل وتستطيع ان تبني وتعمر وتصنع شيئا ونحن بهذه الموازنة الكبيرة بهذا البيع الكبير من النفوط بهذه الاسعار العالية بلد ثري جدا جدا ونحن نحتل المرتبة 78 عالميا والثامنة عربيا بمحدلات الفقر كيف تريدنا ان نصدق ان العراق قد ازدهر عندما يجد الارقام تشير الى ان محافظة المثنى بها اكثر من 60 بالمية تحت خط الفقر هذا شيء يستدعي ماذا يستدعي استدعي ان اصدقك لانك قلت لي ان الوضع تغير عندما اجد الاحصائيات تشير الى ان محافظة ميسان بها اكثر من 50 بالمية من الفقرات تحت خط الفقر يعني يتسولون بالشوارع هذا تريدني اصدقك واقول ان العراق قد تغير لان وجه محمد الشيع السوداني لانه هو من محافظة الميسان من العراقي الداخل ابن حمولة اما تقول لي ان محافظة القادسية 50 بالمية منها 50 بالمية من سكانها من اهلها ومتحت خط الفقر ايضا اتساءل انا واسألك هل تريد مني ان اصدق الوزير السفير الالماني وبالسخارت وسفير الامريكي واصدق يعني زعماء العملية السياسية والميليشيات والمصائب هذولا اصدقهم في ما يقولون عندما اعرف ان المحافظات الباقية في العراق اكثر من 40 بالمية من عدهم فقراء تحت خط الفقر تريدني اصدق هذه الكذبة الكبيرة الفقر يعني انت تتحدث عن سكن غير متوفر سكن لايق صحة غير متوفر خدمات صحية وقدرة صحية تعليم غير متوفر انخفاض مستوى الدخل فقدان الامن الغذائي هذا كله كله متوفر بالفقر هذا اللي يسيطر على ثلاثة اربع العراق عوامل الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنيات كلها ضغط على الناس عندما تقول لي ان عدد الاميين لجنة التربية والتعليم في البرلمان الحالي هذا كلام مو من ادنى تقول انه دعش مليون عراقي امي الان ادنى عندما تقول لي هكذا سأقول لك هل هذا الكلام هل هذا الرقم يجعلني أصدق بالاسخارت والسفيرة الامريكية والسفيرة الالمانية وارباب العملية السياسية لانهم يقولون ان الوضع تغير وانه بمجيء يعني اطار التنسيق اللي جاء بنا رئيس وزراء اسمه محمد شياع السوداني يشتغل هو يقول ما نام غير 8 ساعات ما دي 7 ساعات واشتغل لكم الليل ونهاره فانه يعني محمد نمنية هذا الكلام يعني اي اي كلام يقال يجب ان يكون له نعكاس على الواقع على الارض فعندما تقول لي اقول لك هذه الارقام ائتني بارقام غيرها عندما تقول لي هذا الوضع واقول لك ان الكهرباء بعد 20 سنة وصرف 81 هم يقولون 81 مليار دولار عليها والان اعلانات الكهرباء يقولون هذا الصيف لا تتوقعوا من عندنا تحسن في الكهرباء يعني الآن 2 الساعة تأتي للناس و2 الساعة مقطوعة كم ستكون فترات القطع بعد 20 سنة امريكا وياهم الاوروبا وياهم الامم المتحدة وياهم العالم العربي وياهم الاقليم وياهم ايران وياهم كل الدنيا وياهم وهذا الوضع السيء الذي يعيشه العراق فكيف يمكن ان نصدق حديث للسفير الارماني وحديث لبلسخار ومثلة الامين العام الممتحدة وحديث للسفير الامريكي وحديث لكل اربع بالعملية السياسية بكل رموزها وقواها الميليشياوية وكل حكومتها وكل من فيها كيف يمكن أن نصدق هذه الكذبة العراق هذا وضع السيء ومن يريد أن ينقذ العراق عليك أن يعترف بالمشكلة الدكتور عندما تذهب إليه يصارحك بالمشكلة لكي يصف الدواء أما أن يكذب عليك أنت مصاب لا سامح الله بمرض خطير ويقول لك هذا مجرد برد ويروح بحبات ينسبرو هذه الكذبة كبيرة لأنه سيدفع بك الموت هذا واقع الحال العراق هكذا يتصرفون معه المهم هذه الفترة التي يعيشها بحياته نسرق من عندما نستطيع أن نسرقه ونأخذه وليموت العراق والليموت العراقي ما لأسف الشديد يعني بلد ينخره الفساد وينخره الفوضى الأمنية والاقتصادية والسياسية والسرقة والنهب ويقول لنا أنه قد تطور وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزان مشاهدي نترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة